مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من خمسة وعشرين كتابا وخمسة وثلاثين بابا سيجارة جين أردنا الشرف إن شاء الله في المجالس يدفدون من هذا ربي صحان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك هذا هو العنوان إذا مثلا نتكمل وقيد المجلسوي السبع نتكمل دروس شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب السجي دلمسلاي في يون البابي سعنا زرذام قرآن اللي هو باب السهو يعني أنت ثوث وموضوع السهو ذكرته جميع كتب الفقه الإسلامي لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالنسيان بالذهول بالغفلة أمر طبيعي إيه ونذي الظلذيتسو وريزرارا شحالك الظلم ما سناثا ما ثلاثا وريزرارا نغيتسو ما يركع نغركعرا ما يسجدن وريسجدرا ما يغراد التحيات نغودي غرارا ثقذاك كلها واردة وفي المصدر من مصادر المالكية اللي هو كتاب الموطأ للإمام مالك الحديث رقم ميتين وستة من حديث الموطأ خرج الإمام مالك رضي الله عنه يناد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف من اثنتين النبي عليه الصلاة والسلام ذي صلاة الرباعية صلاة الرباعية أطهور نغل عصر نغل العيشة أربعة في قديسانة الربعة ركعاث يزول صلاة الركعاث بيسلم يسلم يعني سلم فقاله ذو اليدين هذا رجل من البادية إن قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله إن هل صارت هذه الصلاة قصيرة كانت رباعية سم صارت ثنائية تظلث سعار باركعاث فأنا أرفعون زرارة ما تطهورنا دلعصنا دلعيشة أم نسيت يا رسول الله إنه ستوت إثتصول أين سيضرنا كن في صلاة الركعاث إذا ما تطهروا يمدينك هذا الظلم بعد هذا السلم ورزرنا ما يلا الظلم تنكمل الخاطئ ولكن هذا الظلم فيرس أذفاقا ما الظلم تظلث تنكمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو ليدين يعني أراد أن يتأكد من الصحابة الكرام استقساثا إنه سيني دينك متيدة يعني سخصي الظليثي نغي الظليثنا فقال الناس يعني الصحابة نعم يعني تيدت سيني دينك تيدت فذي شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ذكرت هذا الحديث قصدا لأنه أورده الإمام مالك في موطئه ثم شويتسي كيف ترى نبي صلى الله عليه وسلم الظلث الصحابة الظلث نركعت إسلم ذي الظلثي سعنا رفع يا إما ذي الطهور يا إما ذي العصر يا إما ذي العيشة إن تقدوا صحبيا جينا يا رسول الله ما إلا تظلثي قغالا يعني ثوغال السناث رفع ثوغال السناث نغتثثي تصوذ أسميك توكذن في صلاة الإسلام بللي تسيد تزول كان سناث ذا شو يخذم غسي يهضر تكلم ولكن لم يعيدي الصلاة وديعو ذالا يظال يثيس إيرناد سناثن الركعات أم بعد ذا شو يخذم يخذم سجدتين بعد السلام وقي إسميس سجود السهو البعدي السجود أنت ثوث خطر يزجذ يهضر يلووال يعني يسلم ثلاث زيادة يخذم سناثن السجدات بعد السلام يوغد الحديث هكي كان وطبعا لنت الروايات دينان الأمر هذا الأمر حصل في صلاة الظهر هناك روايات اللي قد حصل في صلاة الظهر العصر هناك روايات قالت بلي حصل هذا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يعني تكرر النسيان وكل ذلك محتمل ثلاث نغال إلى كتاب التلقين يناد السهو يقع على وجهين بنقصان وبزيادة طبعا كلام القاضي عبد الوهاب مختزل مختصر معتصر أغذف كالتفاصيل مباشرة لانت الكتب يدينا يديبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باللي سجد السهواجين البعدي والعلماء أكين مالا النهند خير غندم أذي خذم سجد السهو أذي أرقع ثالثيس ولذي زمث ثالثيس يعيوذ يعني الصلاة الصلاة المجبورة أفضل من إعادتها كما قال العلماء منهم صاحب الاستذكار ابن عبد البر الماركي وغيره إمام القارافي قال كلام يشبه ذلك والإمام النووي قال كلام يشبه ذلك خطر الإنسان يميل إلى إعادة صلاة سني تعرقي أذي زمذ يعيوذ سعوذار أعيوذ له وراء خيرات الجفرل إناد يقع على وجهين بنقصين وبزيادة طبعا ذا يقلنا إما بند مذي زجد أذي السنقصين الظالثيس إما أذي زجد إناد صاحب المصنف وله سجدتان إذن ورسا على سجد واحدة سجد واحدة سجد التلاوة سعى سجد واحدة يعني واحد يسمع القرآن يوصل إلى موضع من موضع السجود يسجد سجد واحدة يسجد التالي والسامع أما ذو ندي غرم أما ذو نسلان إيوث ماذ سجد السهو إسعى سجدتان سناث إناد وله سجدتان كاثور أمقل هذا هو المقصود كان من أحد الوجهين أو كليهما ويؤخر سجوده إلى آخر الصلاة فيؤتى بهما في النقصان قبل السلام وفي الزيادة بعده وفي اجتماعهما سيأتي البيان المعني ما يليس سنقص إلا قد يوي سجود السهو قبل السلام صلاة المغرب مثلا الساعة ثلاثة أركعت أذي الظل أركعتين أذي قيم أذي غر التحيات بعد ذكر الثالثة إما يغر الظل أركعتين يتسو إن فصلت ركبتاه ويداه عن الأرض يكر بعد يمشتت بللي يتسو التحيات ذا شاري خدم ذاقي أذي كر أذي غر ركعتين سلاثة أم بعد أذي قيمة التشهود تحيات وذي نصلاة الإبراهيمية أقذل ذي السلم أذي سجد سجدتين سنثن السجدات وقي المقصود فيؤتى بهما في النقصان قبل السلام وفي الزيادة بعده إما يزيقذ تظريث المغرب الساعة ثلاثة أركعت نتسير نايا يستيصر بع يزيقذ أم كتسيرقع أسيخذم ثفاوت ياخذي فاوتين وإن كانت ورثي فاوتين ولا شيثنت أذي أخذم ثفاوت إذن سواشو أذي أخذم سجود السهو البعدي يعني ميك سلم أذي أخذم سنثن السجدات من بعد إنه يغلب النقصان فيسجد قبل السلام متى؟ وفي اجتماعهما في اجتماعهما بمعنى ميلا يسنقصي سجد مثال ذي صلاة الظهر صلاة الظهر يويد الركعتين في مزورا س الجهر سفيزيقذ الجهر في الركعتين الأولى والثانية أو في أحاديهما نقول هنا كانت عليه زيادة يزيقذ ذي شو قلقه في يخذم المفروض بعد السلام ميفوك أذي أخذم سجود السهو البعدي أيغر للزيادة خطر يزيقذ إما يخذم أكاد أن يخذم الجهر ذي طهور يرني تسود تحيات نين تلمست سطر كعاث إلا قادي يخذم تحيات نبعس نطر كعاث يسنقص صافي ذي شو يخذم إزيقذ يسنقص ذي شو ريخذم وريخدم مرن سنسجود قبل السلام وذيرنوا سجدتين بعد السلام آلا المصنف القاضي عبد الوهاب إلا دوافي اجتماعهما مدو كلن في الله خذم كان يون السجود فيسجد قبل السلام يون السجود يجزي أرير نيانا ما يزيدش سجود السهو البعدي ويكبر ويكبر لهما في ابتدائهما أمشار يخذم الدين الله أكبر وذي سجد والرفع منهما الله أكبر ما دكرك يسي سجود إلى آخر أي غر ديننا كيب لكي أدمر غفلانا مشاذي يخذم السجدتين والسلام إلا يكبر لهما في ابتدائهما يعني ما يروح هذا يسجد سواء في القبل ولا في البعدي والرفع منهما بعد شو ديننا وفي التشهد لهما روايتان وفي التشهد لهما يعني في سجود السهو القبلي أو في سجود السهو البعدي أهل طارد غير تحيات غالة وقسوا قالون ما الشروع يفرضون في سهو كل يونسين ياهل طارد غير تحيات خاطئ يناد وفي التشهد لهما روايتان في الرواية إذيننا أدير تشهد تشهد مش الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية باتفاق ولاش إناد وفي التشهد لهما روايتان في الرواية إذير تشهد في الرواية أدير تشهد يسلم دون إعادة التشهد وهو المشهور في المذهب المشهور في المدرسة المالكية أن لا تشهد فيهما هذا هو المشهور ولكن إذا در التشهد هنا المفاضلة في قاعدة يقولك إذا كانت المفاضلة تتحقق المشاركة في الفضل نشفعه على القاعدة إذا كان هناك مفاضلة معناه تحققت المشاركة في الفضل فالمشهور في المدرسة في المذهب المالكي أن لا تشهد فيهما ميون أريد تشهد أكني خير ما يبود التشهد لا شيء أعلي فإن ساها عنهما أكيد دين المصنف فإن ساها عنهما سجد اللتين بعد السلام متى ذكر إما يخذم سوء يعني يتسو مثلا أكيد نغي تسو التشهد نغي يزقذ الجهر نغي يسنقص في الصلاة الجهرية يغرى السرية يزقن ويسنقص إما يتسو أم بعد يتسو أين دين مختار خطة خزمات دروسة السوض أين دين مختار كل هذا ما دروس يعني فإن ساها عنهما ساها عن السجود ساها عن سجد السهو القبلي والبعدي سجد اللتين بعد السلام متى ذكر يعني ما السجد السهو البعدي مي دين مختار أذي السجد ولو بعد عام مهما طالت المدة وأما لتاني قبله فيسجدهما ما لم يط يعني ما لولاش المدة طويلة أو ينتقض وضوءه وإن كان ذلك أعاد الصلاة وسجد فيها تفصيل من بعد شو دين والمطروك بالسهو يا ضرد إنه يخل أنت أنواع النوع الأول سهوعاً فارضاً يقول ما يلا يتسول فارضاً نغسنة نغفاضيلاً في هذه كلها ممكنة ولا يسجد لشيء من ذلك إلا للسنة وحدها ما يلا يتسوم إقامة الصلاة يخي مد يحضر أن الظل أدني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة يخد نقال الإقامة من بعد أدنى وتكبيرت الإحرام أنه يبدو تظليث من المثل تظليث بتكبيرت الإحرام ولكن الإقامة يجي تجي فضيلة إما تسجد تسوض ورسعر سجود السهوة خطر تسجد خارج خيرت جفر تظلي فيه ولا استعي وضض هذا ثاقي الفاضي لاقي أورتسار السجود لا السهو القبلي ولا البعدي إما ذو الفاريضة دين مدينة ولا يسجد لشيء من ذلك إلا للسنة وحدها يعني ما يتعلق بالسنة التي ذكرت سابقا بعد شو دين المصنف فأما الفاريضة فلا يجزئ منها إلا الإتيان بها ماذا الفاريضة يتصف نادم؟ يتصر ركوع مثلا يتصر ركوع الركوع هي فاريضة الركوع فرض وتجفر دارا السجود السهو القبلي ذا شات خضمض؟ أفيدا ويض معنى تمصد ركوع معنى طروحة شركعة مادم طروحة شركعة الركعة تجبار بالإتيان بها بالإتيان بها لا يجزئ منها لا يجزئ منها إلا الإتيان بها هكذا قال المصنف وبعدين ومن لم يدري كم صلى ورزر أشحل الظل بنا على يقينه كلام مركز ملخص ما يلا يتصف نادم كم صلى أشحليك الظل أهل طارع يظل السناث ثلاثة سفي سناث متأكد منها يبني على اليقين وسيقرار هذا شركة المغرب ساعة ثلاثة أهل طارع الظل السناث ثلاثة سفي سناث أو أنت الثلاثة أولا ما تفغل تيصة ربعا أولا ما تفغل تيصة ربعا ما عليش لا شيء عليك المهم الشيني طبقظ الفقه بنيت على ما استيقنته ما استيقنته ما استيقنته يعني ما استيقنت منه ما ثبت عليك على وجهي القطع واليقين أداوض الشك نظن يعني ركعني شكوة أتداوض إناد بنا على يقينه وسجد بعد السلام على خطر احتمال أنك أضفت المغرب الساعة ثلاثة تزلوض عرقاك إسكوة سنة ثلاثة سنة ثلاثة سنة ثلاثة جادة بعد السلام بعد ما دينا إلا أن يكون طبعا هناك فقهاء لفصله يقال إذا كانت الزائد الرابعة أو الخامسة بالنسبة السلاة الرابعية تعتبر نافلة في التفاصيل وهنا كل مؤلف عنده المنهج انتاعه بعد ما دينا إلا أن يكون ممن لا يقين له خطر الإنسان الذي يرس على اليقين يغل فيش كطاس يناد لاستنكاح الشكوك وقسم المستنكاح ما معنى المستنكاح هو الذي يلازمه الشك يتشكو بزاف وإن لوكا نستنى مكي ديكش مشك إلا قد سخدم السجود معنى جميع الصلاوات دائرة فيها السجود والذي يدير كما در واحد قال نشك زيت زيت على صلاتي ونشك باللي نقصد وكيف نرقعهم دائما ندير سجود السهو القبلي أم بعد ندير سجود السهو البعدي لا لا لذلك المستنكاح لي يغلب عليه الشك ويبني على الأكثر يسلم ويخرج من صلاته لا يفتح الباب للوسواس خط لك يتضيس الوسواس كارثة إلا أن يكون ممن لا يقين له لاستنكاح الشكوك له وغلباتها عليه يعني الغالب عليه أنه يشك كثيرا أشد فلا يلزمه إلا غالب الظن أولا العلماء دينك يبني على الأكثر بعد ما يريدنا في الأخير ولا يسجد المأموم لسهوه والإمام يحمله إذا كان الإمام صلى بنا واحد مننا دار سهو الإمام يحمل عنا بشرط ألا يكون ذلك ركنا الركن لا يتحمله الإمام الإمام مركع واحد مننا غفل كان يقرأ صورة الفاتيحة وبعدين صورة طول في القرآن قرأة الكرسي ما حبش يحب السافر الوسط كان واحد حكالي يند إنكيني ظلاك ذو الإمام افذغ الآية أني أطول الآية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه يقرأ يقرأ الإمام قرأ في صلاة سرية الإمام قرأ وركع وهو كمل احتل الإمام مرفع من الركوع سيدي وكلا خلاص النبي الصلاة السلام ينادي إنما جوع الإمام ليؤتم به أنت خلفت الإمام إنما جوع الإمام ليؤتم به إذن أنت تخليت عن ركع ركوع كامل والإمام لا يحمل عنك هذا الركوع ولكن الأمور الأخرى يحملها ويسجد 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 مع الإمام في سهو الإمام وعيد ويسجد هو أي المأموم مع الإمام في سهو الإمام إذا كان الإمام السهى السهى أم بعد أنت تسجد معه ما تقول لك أنا خاطيني لا إنما جعل الإمام ليؤتم به أدركه أو سبقه به يعني ممكن تجد متأخر والإمام عنده وحد النقص قبل أن تلتحق بالجماعة أو بعد أن التحقت به هناك احتمالان لا ثلاثة لهما يأما الإمام يتسو حاجة سنة من السنن وقبلت لحقض الشيني سيضاد متأخر نغى المدلح قضي الشمضة للإمام يتسو لا يهم الحقار ويسجد هو مع الإمام في سهو الإمام أدركه أو سبقه به فإن سبقه به سجد معه إن كان قبل السلام وما إلى الإمام هذا شو يتسو يتسو مثلا تحيات الظلم غرب ركعتين إلا قد يقيم ارتحيات إن سيضاد سوت يكري بيدثي ثلاثة المفروض الإمام لا شارع يخدم ذاقي اقذل أذي سلم أذي يخدم سجود السهو القبلي إماي لك شيني يا المأموم اللي لحقت الإمام فالركعة الثالثة مع لبالك شواش صرا والزردرة شوي غران أنت الإمام يتسو وقال يظلني ذي سعلى بلهم اللي يصل لهم معاها على بلهم ولكنت مع لبالك أنت الحق تركعة الثالثة ذا شاد خضم الدقي فإن سبقه به سجد معه إن كان قبل السلام ما شك يروح يسجد الإمام تقول أنا خاطيني أنا نروح نجيب لا لا خطره هو لم يسلم هو لم يسلم أنت لازم تأتي بالركعتين الفائتتين وكيفش تجيبهم هذه هناك مذاهب المذهب الأول مذهب البناء المذهب الثاني اللي هو الإتمام المذهب الثاني هو مذهب القضاء والمذهب الثالث اللي هو المفصل البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال هذه المسألة شرحت وتحتاج إلى مزيد بيان وأنا على يقين تام خاصة الموضوع التفصيلي لأنه مثلا نعطي هذا بين قوسين فقط مثلا وإذا كان أدرك مع الإمام ركعة أخير ركعة في الساعة نتسا إلي حقد كان الركعة ثانجارث فاثة تمزوارث فاثة في السناث فاثة في السناثة أدرك الرابعة الحادثية وفي الرواية ثانجارث فاقضوا أين دي الحقم فصلوا ما أدركتم ولكن أين كنيفاثا فاقضوا ثل الرواية ثانجارث فأتموا فأتموا ذاقي بالنسبة لك أيها المسبوق هذه الركعة الأخيرة هي الأولى بالنسبة لك هي الأولى معناه كي سلم الإمام واش تدير تنوض وتجيب الركعة الثانية سرًا ولا جهرًا جهرًا لأنها هي ركعتك الثانية هي ركعتك الثانية ذا ركعتك في السناث خطر ثانجارث ني تمز ثانجارث نسن للإمام ما كنت قد يزون ني شيني تمز ورثي مري سلم الإمام شتكر ضدوض تيس ني تيس ني شيني أتدوض جهرًا يرن أتقيم ضر التحيات ويضع واحد أخر يدير طريقة أخرى ما يفعل مذهب الآخر ما حبيتش نفصل في هذه خطر في خالدي كيف تشرح تشرح بثلثة إخوة أنا حبيت نحضرهم قبل قال أنت مذهب القضاء أنت مذهب البناء أنت الإتمام أنت مذهب التفصيل كل واحد يفهم أمليح نجيب وصلت وحده أنت ديرها وحدك حتى نفهموك إلا قيش نفهم ويضع سديعي وذ سطريقة ينس ألا ما سنفهم ويضع سديعي وستطريقة سألا ما سنفهم بغير هذه الطريقة لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تفهم هذه المسألة على وجه الإطلاق لذلك تلاحظون الاختلاف بين المسبوقين وقال يعني روتار ويخدم سلجهر ويخدم سلسر ويخدم كذا يرنا دعوية ما في صلاة المغرب في صلاة العشاء مثلا سنتين جهرية وبعدين تنقر سنتين جورة سرية أما هذه صلاة العصر كلها سرية هذه صلاة المغرب مثلا إلى آخر المهم هذا ما دين المصنف يند فإن سبقه به سجاد معه إن كان قبل السلام وإن كان بعده إن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من القضاء ثم يسلم ويسجود إذا كان الإمام دار زيادة وانترك مسبوق تصيد ضد تفاتيك ركعان غصنات الإمام ميفوك تظليث ذي شريخ سجود السهول بعد ننتبه ليس سجود السهول القبلي القبلي نفرات أقلك ما زال ستوشد ضدك للإمام خذم سجود السهول قبلي أما تحضر ضيم يخذم إمكت أمو تحضر ضر ويسج فهم إما إلا تظلي في المغرب ساعة ثلاثة نتائي الزول ربع ركعات يخذم زيادة إذا ينتقن سيني مثلا سبحان الله يمكتاد وكذا ذي شريخ يخذم أذي سلم الإمام سلام عليكم سلام عليكم صح هل تسلم لا تسلم خطر عندك ركع ناقصة نصنا إن وإن كان بعده انتظر أذي أرجو إلى أن يفرغ من القضاء شج أتغى رمضين كفاثا ثم تسلم سلم وبعدين أتغى رمض السجود ومن قام من اثنتين قبل الجلوس أرجع ما لم يعتدي القائمة يعني في الزل سلطة الركعات في الزل تاحيات وقيل مقصود ومن قام من اثنتين يعني من الركعتين المغرب ولا العيشة ولا الظهر ولا العصر قبل الجلوس راجع ما لم يعتدي القائمة تذكي معروفة إذا انفصل اللي انفصل المصلي بيديه وركبتيه ذن خلاص هذا يكمل ما إلا لم ينفصل تذكّر يعود إلى مكانه ولا شيء عليه فإن اعتدل قائما مضى وسجد قبل السلام فإن اعتدل قائما افدذ يعني انفصل يعني فارقا الأرض بركبتيه ويديه نعم برك الله وفيك اعتدل قائما يعني الفقهة خطر وشتيفة بنادم ما يوظل ما اعتدل يعني خلاص يبد أكني خلاص كمّل آه وكمّل برك الله وفيك السؤال مهم ودقيق طبعا نحن قد يسير ندقي اسم القاضي عبد الوهاب الناس يدقر خطر ما دين راجع ما لم يعتدل قائما معنى قولك هذا يحتمل أنه لغازم تكون معتدل ولكن الصحيح يكفي أنه ينفصل يعني إذا فارق الأرض بركبتيه ويديه خطر ما إذا فارق الأرض بركبتيه وما زال يديه لا لا يذيغ ما إذا فارق بيديه وما زال الركبتان يقيم طبعا كل يوم يسنكار ويسنكار سيشاريس ذم زوارو ويسنكار سيفاسنس فإن اعتدل قائما مضى يكمل وسجد قبل السلام لأنه القص يعني القص من الصلاة فإن أخطأ فراجع جالس سجد بعد السلام لأنه زاد بيلا انفصل فارق الأرض بركبتيه ويديه بعد يغالد ذاقي ودينا رسلت باطلة اندفائن أخطأ معنى خالف مقتض الفقه فراجع جالسا أشهد سجد بعد السلام على لأنه زاد خطر يخدم الزيادة يخدم حركات زيادة يخل في الفقه يخدم سجود بعدي يعني بعد السلام بعد هذه الضرف فيما يعني يفسد الصلاة مفسدات الصلاة زوارتهم زوارتهم قطع النية وزرم النية نسيت الصح النية محلها القلب وتفيد الجزمة وتفيد التمييز ذا النية ثنوات زلطه نغالعصر ميلة يزمض النية تبطل تزال تفسد صلاتك فأما وبعدين فأما قطع النية عنها جملة تقصدها كنية فأما تغيرها يعني مثلا تزلط ثور بعد الصرد العاصر ونقلها فله تفصيل ذكروا فيها تفصيل فقه كان لقلك لحراج تكون من رباعية رباعية تزلط مثلا العاصر بعد مكتظ بالليحق الزوار ثور ثم خطر ربع ربع إذا يس تفصيل سنأتي إليه والردة هما إليون سمحت ردة غسو ليس أسف ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا شكوك ينكر لا يوجد منها الردة الردة يسمي هذا ليس يعني الإنسان يقطع صلاته بالإسلام بسبب من الأسباب كأن ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة مثلا ينكر النبوة ينكر صحة القرآن يعني كل هذه الأمور ذغى المدينة وطرؤ الحدث طبعا فظلت فسد ما إليون إخسر صلوظ على أي وجه كان من سهو أو عمد أو غلب أو تعمد الكلام من غير إصلاحها يعني ذي ذر ذي مثال الظليف سوى لإصلاحها يعني ممكن المأموم ينطق للإمام بالكلام يذكره سبحان الله ريف همار أسدي هضار مباشرة السنين الغرض إصلاح الصلاة ولا يفسدها سهو ميل ستوث لحرج لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما ستكره علي في كل بلد سمحته بشد رح دين سبحان ربي الأعلى الدينين النظم يغلظ من باب السهو هذا كله لا يفسد الصلاة أو غلبة أو تعامل لكلام غير إصلاحها ولا يفسدها سهو ويفسدها ترك ركن من أركانها طبعا تفسد والعمل الكثير مثلا تورم الإمام الديني يخذ الصفف وكذا أسوال إذا كانت قرف خطوات نعم إذا كان رمضان سوف إذا الفارغ سلحظ خطوات لا تفسد الصلاة لهذه الحركات لا تفسد والقهقها تصني الصوت الضحك بالصوت تفسد الصلاة سواء كانت كما قال المصنف سهوا أو عمدا ما لا تبسم تتبسم عادي أكد يعني أسوال الصلصد الصلصد لا تبقى هذا لا حرج يزمر هنا سهلا في كل الإمام في كل الإمام يكون على صواب وحد مأموم يجرب روحه يحاول يصح الإمام وتبين باللي لا هذا كل مأموم هو لي غلط ما فهم مثلا ربي سبحانه يناد ذي القرآن مثلا في صورة إبراهيم أدعو الآية من الآيات المتشبهة وإن تعدوا نعمة الله لا تخصها كم له وحدة في صورة إبراهيم والخرة فهم ذلك الآن صورة خاصة في المتشابهات المتشابهات كاين ها أخي تقول الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تلفتلوا إيه أندى ثلاثين أندى ثلاثين يوذي المؤمنون صاعد يوذي المؤمنون بلك وراهي قرأ في صورة المؤمنون صورة المؤمنون وبعدين يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون شحل الأخطاء اللي درت هنا زوج أخطاء دي جاء أولا ذي صورة المؤمنون ثلالواو وأنولا وإن قراءة هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أني في صورة المؤمنون ولكي في صورة الأنبياء ولاش الواو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون مع أن تممكن الإمام راه يقرأ في صورة الأنبياء قال فاعبدون والمأموم أراد أن يصحح له أسينف التقون والإمام يعيد كأنه يعطيه رسالة باللي أرني سواسوا وهذا كيزيد كيفش ما تبتسمش تبتسم طبعا اللي على الباله واش صرا اللي على الباله غادي على البال واش ممكن يقول الإمام حبش يسمعوا لا هذه تحدث كثيرا وكي نماذج لا أذكرها شيخ قادر يزعف ماشي يضحك طيب إذن التبسم معقول لا حرج ولكن القهقها سهوا أو عمدا هذه تفسد تبطل الصلاة وتفسدها وبعدين نشيدنا سهوا أو عمدا وكذلك ميلان وذكر وذكر صلاة يجب عليه ترتيبها تذكر الظهر وهو في صلاة العصر ماذا يفعل يحبس لأنه لازم الترتيب خطر الظهران مشتركاتان في الوقت تفسد الصلاة لأنه دخل بنية العصر وتذكر صلاة الظهر هذه تفسدها وفساد صلاة الإمام إما للإمام تفسد ظلث نكون أكثر وطروق النجاسة المقدور على إزالتها تغليد فليك نجاسة ولكن تقادر على إزالتها ولكن وانكشاف ولم تفعل وانكشاف العورة المقدور على تغطيتها يعني كلام الله يبارك ما شاء الله يفنث كما يلزم إذا تعمد ترك الإزالة إلى آخر يعني يذكر واحد الأمور مهمة تجاوز بعض الأمور روح الآن بعض الأحكام تعال الإمامة ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل الأفضلية كل من كان أفضل سمحوا أفضل هل تجوز صلاة الإمام المتيمم بالمأمومين المتوضعين الجواب صحيح الجواب صحيح يجوز ولكن الأفضل لا الأفضل لا الأفضل يعني ما يجوز الإمام هذا إمام وهذا الظلس الغاشي المأمومين الجواب صحيح يجوز ولكن الأفضل لا خير ذي لمتوضع مقام الإمامة مقام رفيع ولكن إذا فعل فصلاته صحيحة وقصة عمر بن العاص معروفة حينما صلى بالناس وكان على جناب وكذا وعدين المهم حصل ما حصل وأخبر الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام نيسا أنشتقي الدنان يضر نيسا قال الله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلا تهتوا إلا تهتوا كفير وإنه لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم يبقى الآية 28 من سورة النيسا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا لتبسم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أنها السنة قريرية يعني قفليث إما يستحسنها قولا كقوله في موقف آخر حديث خرجه الإمام أبو داود أناس أصبت السنة وأجزائتك صلاتك يعني استحسنها قولا نغى فعلا نغى بالتبسم لأنه كيف يقولك القاعدة السكت في موضع البيان بيان لأنه لا يسكت على باطل أو على خطأ السكت في موضع البيان بيان وتبسمه إقرار لصحة ذلك الصنيع أو لذلك الفعل ذلك الإمام ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل والفقيه أولى من القارئ وطبع يقش بين العلماء إنه تلقى واحد عنده عشر قراءات أولى آخر عنده قراءة وحدة إن غس كان ذي غر ذايا ولكنه عند الفقه أيهما أولى طبعا عموم لسكن القارئ أفضل يقول ماذا بك يقرأ واحد صحيح ولكن في الفقه ولك الفقيه أولى من القارئ لماذا قالك لأن القارئ يعني الصلاة تصح بماتي السلام القرآن ولكن قالك الإمام يحتاج إلى الفقه أكثر لأنه تطرأ عليه حوادث لا تحصيها لا نحصيها الحوادث كثيرا التصح زبنادي ضرور صف إذا قد يستلم كثير قع ما شي يدف فقه لذلك هذه مسألة ذكرها الفقهة لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور محصور ما تيسترمي القرآن ولكن ما يقع فيها من الحوادث غير محصور لذلك رجح الفقه على القراءة وإذا جمع بينهما فذلك أحسن وبعدين نذكر لا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلى آخر ذكر وذكر بزاف تفاصيل ما عليش نجوزها مدام هذه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم والجماعة في غير الجمعة بعدين جابنا أحكام من تاع صلاة الجماعة يعني تجوز هذا الأمر بش الصبي العاقل فيه تفاصيل ما نحتجوها كثير ما نحتجوها كثير وبعدين صلاة المرأة المرأة وحدها وجماعة من نساء تجوز بش تصلي بجماعة من نساء ذكر وإن كان معها امرأة أو نساء فإن الرجال يقومون صف واحد خلف الإمام وبعدين الوضع ينسن طبعا الإمام يصلي وبعدين ثلوين وبعدين الرش إلى آخر تهمنا كثير بش نتكلموا شوية على صلاة الجماعة والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها أيث مثلا حكم صلاة الجماعة مجي واجيبة مجي فرض مجي فرض ولو لجار المسجد ولقر نفهم الحديث أني بجوار المسجد إلى قاتل الظلخاط صلاة الجماعة في غير الجمعة الجمعة فرض على رجال الأمة في رجال الفرض صلاة الجمعة ولكن صلاة الجماعة مندوب إليها والأحاديث الواردة في ذلك كثيرا أذكر على سبيل المثال أولا الآية الآية دينار بصورة النساء الآية موثين وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة مذ من السنة كثيرة منها حديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته خمسة وعشرين ضعفا إليها إلى أن دنا درجة إلى أن دنا جزء يعني أنشفو في ثلاثة يقول مصطلحات إلى أن دنا ضعفا خمسة وعشرين درجة ضعفا إلى أن دنا سبعة وعشرين درجة إلى أن دنا خمسة وعشرين جزء مثلاً حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ الفذ يعني وين يصنع وحدث ب27 درجة وهذه الرواية خرجها الإمام مالك والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام البخاري بهذه الكيفية إن صلاة الجماعة أفضل أما كنت دينا قبل حين حينما نسمع كلمة المفاضلة تقتضي المشاركة في الفضل معنى صلاة الفذ صلاة الفضل صلاة الجماعة صلاة الفضل ولكن صلاة الجماعة أفضل هذا ما كان باش إما ب27 ضعفة ب27 درجة ب25 جزء كلها وردت هذه الحديث إذن وفيه رواية أخرى صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني رواية الحديث كثيرة يقوي بعضها بعضا مدام نفهم بأن صلاة الجماعة سعى الفضل سزيادة هذا ما كان ولكن صلاة الفذ صحيحة وتبرؤ بها الذمة الدليل الذي يصلي وحده نحن نسمعنا الأذى إن شاء الله نحن نصلي صلاة الجامعة والذي يرى في البيت يصلي يبدأ صلاة العيشة صلي وحده صلته صحيحة ولما ذا الجار الجامعة ما يسد ذيوي لاجر مورد يسد وتسوير ذيوي كان لاجر قيون وفرد دا يكن أكي لقى المسفهم مثلا وطبعا صلاة الجامعة 27 درجة نخمسة وعشرين جزء نخمسة وعشرين ضعفة ما شد شوية كان السلف يعظم الأجر لمن فاتته صلاة الجامعة أسيني يعظم الله أجرك فرمي لي وانت يسرت عليه الأمور إذا ما تسرت عليه الأمور لا حرج عليه ولكن هل يجوز أن تتفق الأمة على تعطيل صلاة الجامعة الجواب لا فينا لا يمكن لا يمكن الجواب مع اللان الجامعة اللان الله يفاريخ بالعكس حتى ينمي الله يكسل مرد ذي الخلا من غير القضاء زمور يلها ذي رفض الآذان ذي رفض الآذان لعلى وعساس ذي سل ونه ذي سل ذي الظال يذس أين الفقه كلها فيه تفاصيل مذكرة في الفقه نعم بارك الله وفيك سؤاله المهم صلاة الجامعة تكون في المسجد وتكون في البيت تكون برا تكون في المصليات ليصال دبريير كما نعرفه في محطة الصفر محطة تنتاع عندها يمسوفر ذكار نظر صلاة الجامعة وهو الحمد للنبي الصلاة والسلام يناد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والجماعة في غير الجمعة من دبن إليها وبعدين ويستحب للمنفرد شوف كلام الفقه ويستحب للمنفرد إعادة يعني يعيد صلاة إيميل واحد صلاة العشاء في داره وبعدين جاءوا قدام الجامعة ويسمع إقامة الصلاة تسيني والله نحن نعود الصلاة مع الشيخ مع الجماعة تقيني يستحب هذا ويستحب من باب الاستحباب ما شين من باب الوجوب الزلد قخام ذمته بريئة يفت فظارة الجماعة كيرنر غورس ما يزل هذه عيو التظلث مستحبة مرسعة وذرة عادي لا إثمع له ولكن شو ديننا طيب الاستحباب ذكرناها مرة من المرات معلش لا حرج من إعادة خطر هذا موضعها الصلاة المعادة ما حكمها يزل العشاء ذو قخام واحدث إعداد الريف الجامع يفا كيرنر تظلث هذه الزلق الإمام جماعة فظلث النمي يعوذ جماعة ذشوت 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 النفيلة خطر ثني الزلق قخام فريضا ثني ما يعوذ نفيلة إلى الرأي النظم العكس ثني الزل ذو قخام أتغل ذو النافيلة ثقي الزل ذو الجامعة أتغل الفارضة أي غر خطر ثقي ساعة 27 درجة منطقي إلا الرأي وسلاثة نعم إكمال برك الله إكمال أنك جبر أينك نك خصا أنك ظلث أنك ظلت وخام أتيجبر ظلث الجامعة إكمال إكمال إتمام جبر لكل نقص صدر منه في صلاته فذن هناك نظل وحدث يعوذ الجامعة الظلث الجامعة إكمال ثيسة ربعة تفويض ماذا يعني تفويض تفويض ربي سبحانه وعز وجل ذن سيكزران ما تساقي أريخ منذ الفر ما تساقي ذن في لا اربع آراء كلها موجودة في الفقه المالكي وهذا من ثراء المدرسة المالكية أربعة ممكنة لكي نظر بالله الإدلاء بالرأي الفقهي الاجتهاد إلا في حدود المعقول في حدود النقل والعقل في حدود النقل والعقل والإخدام يعني أماكن في رمضان يوزام بعد جوهي الوحدان يزور كان طوري دمدما يسوأ يمكتد يوزام ذا شري ورسال هذا يمسك فقد أطعمه الله وسقه صح ولكن بعد رمضان يسكذ يعيوذ وسن أو ساعة وذر أسي يعيوذ لن قد نش ساعة وذر إلا رأي فقهي فهم الحديث يوم السلام فقد أطعمه الله وسقه فهم رمضان يصح رمضان يغفل هنا حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسان وما ستكره عليه رواية أخرى رفع عن أمة الخطأ والنسان وما ستكره عليه ولكن المالكين خاطئ إنك هذه الأحاديث لم تتحدث عن عدم القضاء وصح لم تقل لا تقضي إنه فقد أعدم هل يعني ذلك أنه لا قضاء لا لماذا لأنك أنت لم تصم تصم اليوم كاملا أنت لم تمسك شو تزم ضار كومبيت سويا ضمان ما شيع ماذا ضار ولكن تغلض ماذا سويا ضمان صافي لقد ترقع أم شا ترقع مي كفار مضان غرمي ونواس أي غردي وثاقي كد نظر كني الفقه مر مناق شن مر سق لشن تمس سال يلا النص اللي هو النقل يلا العقل وبعدين وفي ذلك وبينهم طبعا في تباين وفي درجات ذي ثاقي إفكاد ربع أرى إما نفل أو فرض أو إكمال أو تفويض وجميع الأربع على اختلافها موجودة في المدرسة المالكية ولكن المصنف القاضي عبد الوهاب واش قال ويستحب للمنفريدي يعني ونظر وحد إعادة ما عدى المغرب في الجماعة هذا شو المعنى أيس ما عدى المغرب في الجامعة بمعنى إذا صليت الصبح في الدار وحدك جيت ولقيت الإمام راح يصلي عود معاه يستحب زل الصباح وخام ثفض الشيخ ما زال زل زل عودة أتساو أجر الجامعة أما كاد نحك مطهور نعم ميلة ذي العاصر نعم ما ذي العيشة نعم ما ذي المغرب لا خطر المغرب ساث لا ثرك عاث لو كان أستعوذ زل وحدك المغرب وتعوذك الإمام ثغال أشهد النان والمغرب هي وطر النهار فلا تشفع نلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم جاءون لنا أرثم ليليث اسلام ربي في اللون اشتركوا في القناة